ما كانت سيدنا إدريس في الإسلام؟ هل كان هرمس نبياً حقرياً؟ ما هي الحكمة التي علمها للبشرية؟ وما هي علاقته بالإسلام؟ تكملة لسلسلات الحلقات السابقة اللي اتكلمنا فيها عن التاريخ من بداية عصر سيدنا آدم حتى الطفان وبرضو السلسلات الخاصة اللي بنتكلم فيها عن سيدنا إدريس اللي هو واحد من أهم الأنبياء اللي كانوا موجودين في حضارة ما قبل الطفان وخصوصاً الحضارة المصرية حضارة أطلانتس اتكلمنا في الحلقات اللي فات عن سيدنا إدريس في الأصفار القديمة وفي الوريات الإسلامية وفي القرآن الكريم والسنة المحمدية اتكلمنا حاجات كثيرة عن سيدنا إدريس أتمنى أنتم ترجعوا تشوفوها تاني لللي ما شافهاش علشان سيدنا إدريس جزء مهم جداً من التاريخ الماضي من الحاضر ومن المستقبل عاوز أقول لكم أن سيدنا إدريس عليه السلام لم يكن فقط مؤثراً قبل الطفان سيدنا إدريس عليه السلام ظل مؤثراً بشكل كبير جداً بعد الطفان وخصوصاً في الأديان اللي اتبعها الحضارات في الفترة الزمانية الرابعة الفرعونية والسرارية والبابلية والأشورية حتى هذه اللحظة وفي آخر الزمان كتاب الأصرار الإلهية اللي خزنه سيدنا إدريس عليه السلام والأتباع تورسوه ثم دفن في الهرم الأكبر واللي سيكشف في آخر الزمان وده هيكون إن شاء الله في سلسلة هنعملها عن الأهرمات بداية من انتهاء سلسلة سيدنا إدريس عليه السلام وهتنكشف يوم من الأيام بعد ما يسقط الهرم وهتظهر حضارة تانية بناء على هذه العلوم الإلهية ما نتكلم النهاردة عن سيدنا إدريس احنا كلمنا عن علاقة سيدنا إدريس بالملائكة في الرواية التراطية اللي كلمت عن الملائكة المتمردين وكلمنا عن علاقته بهاروت وماروت وكلمنا عن زيارته للسماوات السبع برضو في الرواية التراطية وفي الرواية الإسلامية هنتكلم النهاردة عن سيدنا إدريس نفسه هرمس الهرمسة مسلط العظمة ومكانته في الإسلام الله سبحانه وتعالى قال عليه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان بيتصفح من الصدق والأمانة قبل أن يبلغ بالنبوة أو قبل أن يحمل الرسالة قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واكتبينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا لو نفسر الآية كده تقول لي اسم سيدنا إدريس يسكر في الآية لا سيدنا إدريس سكر هنا في الآية الله سبحانه وتعالى قال سيدنا آدم وأبنائه من الأنبياء ثم بعد كده بدأ في ذكر نوح والأنبياء اللي أتت بعد سيدنا نوح سيدنا إبراهيم وما إلى ذلك الأنبياء اللي جوهم من زرية سيدنا آدم هم اثنين من الأنبياء النبي الأول هو الإبن المباشر لسيدنا آدم وهو شيس عليه السلام واللي ذكرنا أنه كان نبيا للأراضي العليا ثم من بعد منه حفيده إدريس عليه السلام وكان نبي ورسولا للأراضي السفلة في حضارة أطلنتس ومدينة أمسوس المصرية قولي تعالى وخروا سجدا وبكيا تدل على قمة الخشوع اللي كان فيها هؤلاء الأنبياء ومن ضمنهم نبي الله إدريس الكتابات التاريخية الإسلامية اتكلمت عن المكان العظيمة والصفات الجليلة التي تميز بها سيدنا إدريس عليه السلام فيه أنبياء مقابلة الطوفان ابن كسير قال في البداية والنهاية أن أول نبي بعثه هو إدريس عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل حتى نهاية الزمان وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال برضو أنه سمي إدريس لقصر دراسته لسون الإسلام من كتاب الله تعالى وأنه أول من خط بالقلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فزاد بيتكلم طبعا عن نبي الله إدريس وأنه أول من خط الثياب وأول من لبسها وأول من خط الجلود وكان لا يغرز إبرا إلا قال سبحان الله أنزل الله عليه سلسينة صحيفة من أهم العلوم هو أول من نظره في علم النجوم والحساب وهو أول من اتخذ السلاح وقتل الخارجين عن الدين أول من اتخذ الساب والأس كان عبدا تقيا رفع له الله من العمل الصالح ما رفع لأهل الأرض جميعهم في زمانه هو أول من تكلم في حرقات النجوم والجواهر العلوية هو أول من بنى الهياكل هو أول من نظره في علم الطب وهو أول من نظره بالطوفان هو من أعطى العلم الذي بنى به الأهرام في صعيد مصر وهو من صور جميع الصناع والآلات التي قامت عليها حضارة أطلندس المصرية سيدنا إدريس نزل عليه جبريل أربع مرات وضع أسام البروج والكواكب السيارة وراتبها في بيوتها وهو أول من تكلم في الأهرام العلوية وهو الذي رأى أنه أفى سماوية تلحق بالأرض فخاف زهاب العلم في بنى الأهرام التي في صعيد مصر وصور فيها جميع الصناعات ورسم صفات العلوم والكمالات حرصا على تخليته قال القنوجي أن أدم عليه السلام كان يرسم الخطوط بالبناء وكان أولاده يتلقونها بواسية منه بعضهم بالقوة القدسية فكان أقرب عهدي إليه إدريس عليه السلام فكتب بالقلم لكب بهرمس الهرامسة والمسلس بالحكمة لأنه كان نبيا ملكا وحكيما وهو لا يزال مؤيدا بالميل الإسلامية إلى يوم الحساب قال القفتي أن إدريس عليه السلام هو أول من استخرج الحجمة وعلم النجوم ويفهمه الله سر الفلك ونقطة الاجتماع الكواكب فيه ويفهمه عاد السنين والحساب قسم الأرض أربع أقسام وأمر قومه بالصلاة والصيام والزكاة وقرص عليهم في الطهارة من الجنابة وحرم السكر من المشروبات جعل لهم أعياد في أوقات معلومة أمر بقروب البخور والزبائح والخمور وعرف قومه الصفر النبي صلى الله عليه وسلم ورتب الناس ثلاثة بقات كهنة وملوك ورعاية كل الحاجات اللي ذكرناها دي هي اللي مشيت عليها البشرية أثناء وجود سيدنا إدريس عليه السلام ومن بعده وحتى الطفان وبعد الطفان وإلى يومنا هذا عاوز أقول لكم أن أغلب الأساس الديني والمادي في الحياة اللي احنا عايشينها اتوضع قبل الطفان حتى الناس اللي عبدت النجوم وعبدت الشمس وعبدت الكواكب وعبدت الأصنام وعبدت وعبدت كل دي مورسات من قبل الطفان كل الأصص اللي احنا عايشين عليها حاليا والآخر الزمان من حضارة مقابلة الطفان علشان كده الفترة دي مهمة جدا من آدم حتى الطفان ما بيتكلموش عنها كتير وعشان كده احنا بنذكرها لكم نتكلم عنها وهنذكرها في حلقات إن شاء الله جاية غير اللي قلناها في الحلقات السابقة يا ريك تتابعوها والفترة دي مهمة جدا للي هيفهم فترة مقابلة الطفان هيقدر يفهم كل الأحداث اللي بتحصل دلوقتي وهيقدر يفهم كمان الأحداث اللي هتحصل في المستقبل اللي أخبرها عنها الأنبياء والرسل وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي أغلبها بيبقى صعب على عقل لتصديقه لكن اللي هيبقى عنده خلفية علمية حقيقية من خلال مشاهدته للفيديهات اللي أخي احنا بنقولها ومتابعاته للقناتنا هيقدر يستوعب الأمور دي بمنتهى البساطة ويعرف إنه تطور طبيعي جدا الأحداث حدثت في قبل الزمان أو قبل التاريخ قال القفتي أيضا أقام إدريس عليه السلام ومن معه بمصر يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله وتكلم الناس في أيامه بـ 72 لسانا علمه الله منطقهم ليعلم كل فرقة منهم بلسانها رسم لهم تمدين المدن جمع كل طالب العلم بكل مدينة عرفهم السياسة المدنية فبنت كل فرقة من الأمم مدن في أرضها وكانت عادة المدن التي أنشأت في مدامانه ميت مدينة و88 أصغره مرة وقال أيضا أنه قسم الأرض أربعة أربعة جعل على كل ربع ملكا وأمر قومه بالعمل الصالح في الدنيا وحض على الزهد فيها والعمل بالعدل أمرهم بالصلاة والصيام في كل أيام الشهر في أيام معلومة أمرهم بزكاة الأموال بمساعدة الفقراء جعل لهم أعيادا في أرقاط معروفة كان مكتوبا علىه فص خاتمة الصبر مع الإيمان بالله يورس الضغر وقال القفتي أيضا ألف الأهل زمانه قصائد موزونة وأشعار معلومة في الأشياء الأرضية والعلوية قال وهبنى إدريس عليه السلام النبي أول من كتب بيده من الدنيا وأنظر الله عليه الكتاب السرياني علمه إياها جبريل وهو أول من أنظر الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم في صحيفة وبعده قال شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية ثم أنزل عليه أبجد إلى آخرها فكتب وقرأ ولما رفعها الله استخلف ابنه متشورح وقال ابن كتبية الدنور أنه استجاب له ألف إنسان من من كان يدعوهم فلما رفعه الله اختلفوا بعضه وأحدث الأحداث إلى زمن نوع طبعا اتبع سيدنا إدريس عليه السلام ألف واحد هم دول اللي أعطاهم العلوم الإلهية لكن بعد ما رفع الله سبحانه وتعالى تشتته وانتقلت هذه العلوم الإلهية إلى يد حضارة أطلنتس في الأسفل وحضارة باب العليا وترتب عليها أن حضارة أطلنتس تطورت بشكل مهول جدا حتى ظلوا أنهم قادرين على الأرض وما عليها فأقام الله عليهم الطفان وبعد ما أقام الحج عليهم بنبي الله إدريس وأقام الله الحج على أهد الأراضي العليا بنبي الله نوح وبعد أن كفر هؤلاء وهؤلاء أنظر الله عزابه اللي هو الطفان قال ابن جرير الطبري دعا أخ نوه قومه وعظهم وأمرهم بطاعة الله ومعصية الشيطان ولا يلابسه ولد قبيل فلم يقبلوا منه قال أيضا إدريس هو أول من سبب من ولد إقابيل فاسترق منهم ودعا قومه وعظهم وأمرهم بطاعة الله ومعصية الشيطان وقال إدريس أنه أول ملاقبة الخيل لأنه اكتفى رسم أبيه في الجهاد طبعا إحنا عارفين أن إدريس ابن يارد ويارد ابن مهلائيل ومهلائيل طبعا خط حرب عظيمة جدا مع البشر سميت حرب الكيامة البشرية ضد الجن فمن بعده يارد لم يحمل السلاح بشكل زي أبوه مهلائيل لكن زيدنا إدريس عاد وأعاد مجد أبيه مهلائيل في رفع السلاح بل أنه وضع حاجات أفضل كمان من اللي كان وضعها مهلائيل في فن الحروب سيدنا إدريس عليه السلام صرع على خطر أبيه وجده شيس عليه السلام طبعا مش أبيه المباشر ورده سيدنا آدم أوصوا أبنائهم وشعب الأراضي العليا أنهم لا يختلطوا بشعب قبيل في الأراضي السفلة وده ذكرناه في الفيديوهات السابقة للي ما شافش الفيديوهات دي ريتس يرجع يشوفها تاني علشان يعرف تقسيمة البشرية وتقسيمة الدنيا كانت عاملة زي قبل الطوفان فكانت من أهم رسائل سيدنا إدريس أن أهل الأراضي العليا لا يختلطوا بأبناء قبيل في الأراضي السفلة لأن ده كان بداية هلاك البشرية اختلاط دول مع دول نتج عنه الكفر كان في الأراضي العليا إيمان كامل وكان في الأراضي السفلة إيمان مع معصية لكن لما اختلطوا ببعض ظهر الكفر والعيوز بالله قال أن هرمس الأول بنا 180 مدينة أصغرها الرأة وسن للناس عبادة الله والصوم والزكاة وعين لحلول السيارة ببيوتها وإشرافها وكذلك كلما استهل الهلال وحلت الشمس برجا من 12 ده الناس أن يقربوا قرابين من كل فاكهة ومن الطيب والزبائح والخمور أنفسها وحرم السكر والمأكل والنكسة وقال أيضا أن الملك اليوناني أسكيا بزيز هو أحد من أخذ الحكمة عن هرمس وولاه هرمس ربع الأرض المعمورة وهو الربع الذي ملكاه اليونانيون بعد الطفان ولما رفع الله هرمس إليه حزن أسكيا بزيز على أخنوع حزنا شديدا تأسفا على ما فات الأرض من براقته وعلمه فصغر على صورته ونسبه في هيكل عبادته وصوره مرتفعا إلى السماء على غاية ما يمكن من إظهار أحبة الوقار والعظم عليه كان الملك يمثل بين يديه طارة ويجلس أخرى ويتذكر حكمه ومعازه وبعض الطفان ظن اليونانيون أن الصورة لإسكيا بزيز وعظموه غير التعظيم وظلوا يعبدونه فترة طويلة حتى أتى الإسلام جاء في رسال إخوان الصفا أن هرمس المسلس بالحكمة هو إدريس عليه السلام النبي أنه صعد إلى فلك زحل وضار معه 30 سنة حتى شاهد جميع أحوال الفلك ثم نزل إلى الأرض فخبر الناس بعلم النجوم أما الكرماني قال إدريس عليه السلام كان نبيا وملكا عظيما ولد في مصر وسموه هرمس الهرامسة أي أسد الأسود علشان كده يا جماعة هتلاقوا أبو الهول معمول تجزيدا وتكريما لسيدنا إدريس عليه السلام بجسد أسد ورأس إنسان رأس الإنسان دي رأس سيدنا إدريس في الشكل مش فرعوني خالص هنثبت لكم في وقتها أن أبو الهول ده مبني قبل الفرعانة والفرعانة نفسهم ذكروا أنه هو تاريخ كان بالنسبة لهم يعني أبو الهول ده مبني قبل الفرعانة تقريبا مش هقل من 10-11 ألف سنة قبل العصر الفرعاني وهنجيب لكم دليل وأثبتات عجيبة جدا هتعرفوا منها أن الفرعانة كانوا بينظوروا لأبو الهول ده بشكل أو بأنه هو شيء مقدس من الأجداد ومسكورة ومكتوبة بس هما كده ولا هيلله أحز هيلأي أن أغلب الأقوام اللي جات بعد الطفان سواء قوم عاد أو الأسرار اللي تراكوها أو حتى ملوك الفرعانة أو الفترة الفرعانية أو الحضارة الفرعانية كما تسمى كانوا بيعملوا تماثيل جسد إنسان ورأس حيوان إلا أبو الهول أبو الهول هو الوحيد اللي جسد أسد حيوان ورأس إنسان وده كان دكسيدا وتكريما لسيدنا إدريس عليه السلام صاحب العلوم الرهيبة وبناء الأهرامات وصنع تمثال أبو الهول من معجزاته أنه كان يرى أن الملائكة في الهواء حيث يظهرون وكان كلما دعا السحاب أجاب بلغته وسمعه الناس تتكلم مع السحاب ويقال أنه دفع إليه كتاب سر الملقوت الذي علمه عزرائيل الملك لآدم كانوا يتورصونه لينظرون فيه ولم يفتحوا بعد شيء صغير إدريس عليه السلام اللي هو الكتاب اللي قلنا عليه اتسمى باسم الأسرار الإلهية واللي موجود حاليا أسفل الهرم إلا قال السعدي جمع الله له بين الصدقية الجماعة للتصديق التام والعلم الكامل والواقين السابت والعمل الصالح وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته يذكر عفيف طبارة في كتابه مع الأنبياء في القرآن أن خلاصة أقوال العلماء فيه أنه أول ما نزل عليه الملك جبريل بالوحي لهداية نسل قابل ليجعوا عن غيرهم وكفرهم ويطوبوا إلى الله أما دائرة المعافة الإسلامية قالت أن إدريس عليه السلام هو أول من أمضى الفرس للجهاد في سبيل الله ضد كرنان اللي هو قبيل المفسدين وأول من نزل عليه جبريل بالوحي حكى عن وهب أنه أول من اتخذ السلاح وجهد في سبيل الله ولبس السياب وأظهر الأوزان والأكاد وأنار علم النجوم وقال إرماني صنف إدريس عليه السلام الكتب الكثيرة مما جاء به جبريل ومما فيه إظهار أسرار ربورية وجاء في كتاب نهاية الأرخ في فنون الأدب أن إدريس عليه السلام أنظر الله عليه ثلاثين صحيفة ورسله صحف شيس وتربوت آدم وجاء في الباب الثالث من القسم الأول من الفن الخامس كان إدريس عليه السلام يعيش من كذب يديه وكان يدعو الناس ثلاثة أيام ويعبد الله أربعة وأخرج ابن المنزر عن عمر حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إدريس عليه السلام كان نبيا طقيا زكيا وكان يقسم زهر نصفين ثلاثة أيام يعلم الناس الخير وأربعة أيام يسيح في الأرض ويعبد الله مكتهدا ويقول الشهرستاني هو هرمس العظيم المحمود أصاره المرضية أقواله وأفعاله الذي يعاد من الأنبياء الكبار ويقول هو إدريس النبي عليه السلام وهو الذي وضع أسام البروج والكواكب السيارة وارتبه في بيوتها وأثبت لها الشرف والوبال والأو والحضير والمناظر بالتسليس والتسديد والتربيع والمقابلة والمقارنة والرجع والاستقامة وبين تعديل الكواكب وتقويمها وأما الأحكام المنصوبة إلى هذه الاتصالات فغير المبر على عند الجميع وذكر أن دين السيار معارف إدريس عليه السلام العلوية فيقول أن قدماء المصريين عرفوا منه معاني روحية سامية كالتوحيد والإيمان بالبعث والخلود وعرفهم حساب الآخر والميزان والجنة والنار والعبادات من صارم وصلاة والزكاة وغيرها الجزء ده مهم جدا لأن فعلا أغلب الحضارة ما تسمى الحضارة الفرعونية واتخذ من علوم نبي الله إدريس بس مع شوية إضافات وشوية تحبيش غيرت من معناها أو من مبدأها لكن كلها تقريبا متأخذة من علوم سيدنا إدريس عليه السلام من أقوال عبدالوهاب النجار في قصص الأنبياء عن خصال نبي الله إدريس أنه قال بالتوحيد وحط على الزهد في الدنيا والعمل بالعدل وغاز على قومه في الطهارة من الجنابة والحمار والكلب حرم السكر أمر بتقريب سلاسة أشياء هي البخور والزبائح والخم وتقريب كل بقرة من الرياحين الورد ومن الحبوب الحنطة ومن الفواكه العنب عرف أهل زمانه صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكون بريئا من المزماة والآفات كاملا في الفضائل مستجاب الدعوة في كل ما يطلبه يكون مذهبه ودعوته المذهب الذي يصلح به العالم شريعته في المملكة الحقيقية وتعرف في ملة الصابقين بالقيمة طبعا دين الصابقة ده هو الدين حقيقي موجود من قبل الزمان وما زال حتى هذه اللحظة موجود هو كان دين نبي الله إدريس لكن مع بعض الاختلاط مع عبادة الكواكب والنجوم اللي عبدها شعب قبيل بعد نبي الله إدريس فدين الصابقة اللي طبعا الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن خليط ما بين الإيمان الحقيقي والدين الحقيقي بتاع نبي الله إدريس والتحريف اللي حصل في عبادة الكواكب والنجوم لكن طبعا دين الصابقة هو الدين الأساسي طبعا سيدنا إدريس قتل بالإسلام لكنهم بعد كده عدلوه وأضافوا الإضافات بتاعتهم قبل الطفان وبعض الطفان فتحول لما يسمى بدين البقاء جاء في دائرة المعارف البستاني أن إدريس عليه السلام ألف كتب كثيرة فيها أسرار ربوبية يشيح السرمقاندي في تفسير قوله تعالى فتضنى بعضهم على بعض أن التفضيل لو سلا تتأوجه تفضيل في دلالة النبورة أو أقصرية أمته أو يكون بنفسه مثل تكليم موسى عليه السلام لله أو رفع بعضهم درجات مثل إدريس عليه السلام في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليه قال سرمقاندي أن إدريس عليه السلام كان يسيح النهار كله وهو صائم فإذا جاءه الليلة أتاه رزقه حين يمسي فينظر عليه ثم يحيد الليلة كله وقال النسف في التفسير أن إدريس عليه السلام كان محبوبا من الملائكة لقصرة عبادته ويقول الكرطبي أنه كان محبوبا من ملك الموت لما رأاه منهم انقصرت عبادته لله وصيامه نهارا وقيام الليل دي كانت أهم الصفات اللي ذكر في روايات الإسلامية عن نبي الله إدريس عليه السلام بأنه كان واحد من أهم الأنبياء وعاصر فترة من أهم الفترات في تاريخ البشرية أنا عاوز أقول لكم أن حضارة أطلنتس اللي أرسل إليها من قبل الله تعالى نبي الله إدريس إلى أهل الأرض سفلة أو شعب قبيل الحضارة دي لو كانت كملت طبعا الكفر كان تملك الأرض بشكل رهيب أنا عاوز أقول لكم أن أول حضارة كبرى أو عظمى ظهرت بعد طفان بعض من اللي تبقى من حضارة أطلنتس قامت عليه أكبر حضارة في التاريخ البشري بعد الطفان العظيم لنذكرهم لكم إن شاء الله في موعدها بس في الفترة السلسة إن شاء الله من الفترات الزمنية اللي احنا نحددين زي ما قلنا خمس فترات هنقول كل واحدة فيهم في قائمة تجري المنفصل نبي الله إدريس كان واحد من أهم الأنبياء في التاريخ وعاصر فترة مهمة جدا قابل شعب قمة في التطور وقمة في التقدم زي ما هما مفهمنا إن هي حضارة بدائية كانوا بيخبطوا زلطين في بعض فيطلع نار فكانوا بيفرحوا ويسقفوا ويقولوا إيه الكلام الفارغ اللي هما بيصوروا لنا الإنسان البدائي مش الكلام ده حضارة أطلنتس هي حضارة أنا كاد نكون في عاصرنا الحالي بالنسبة لهم بدائيين جدا طيارات والسواريخ ومكوك الفضاء والإنترنت والتكنولوجيا اللي حاولينا دي كلها بنسبة لحضارة أطلنتس كانت إحنا بدائيين متخلفين عشان كده الفترة دي مهمة جدا إن إحنا ندريسها ومن أهم واحد في الفترة دي طبعا سيدنا إديس عليه السلام زي ما دينا فترة لسيدنا آدم ودينا فترة لسيدنا نوح بنتكلم في الأجزاء دي عن سيدنا إديس عليه السلام تابعوا الحلقات الجاية فيها معلومات مهمة جدا عن سيدنا إديس وعن فترة مقابلة طفان وبعد ما تنتهي سلسلة سيدنا إديس عليه السلام هنبدأ بسلسلة الأهرامات ومعجزة الأهرامات وحاجات وأسرار كتير جدا بتكشف لأول مرة عن الأهرامات ما تنسوش الاشتراك واللايك ما تنسوش اللي عاوز يشترك في رضوات القناة ويبقى عضو من أعضاء القناة يبقى جزء منها هيلائي الرابط في صندوق الوصف أتمنى إن شاء الله أنتم تتابعونا باستمرار هتلاقي كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته